من أجلك يا وطني من أجلك عشنا يا وطني صح اليوم رح نحكيه على الفن في البداية رح نحكيه على أجدد مشاركة لك على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة رحي تاخد صدع على مواقع التواصل لا لتحرش لفظي هي صرخة فنانا ضد تحرش على مواقع التواصل الاجتماعي نخليك انتي تقدم لنا هذا الحملة اللي طلقتها لراهي يتلقى صدع إيجابي عند الفنانين وعند المتابعين تان الحملة هذي قمت بيها طبعا كما يقول لك كانت نتيجة نتيجة تارك ومات صح كسوة مني أنا ولا من فنانين آخرين شفت أنه الفترة الأخيرة ولا كين فهم غلط لمصطلح النقد ولا الانتقاد ولا من هبى ودب ينصب نفسه على أنه منتقد وعلى أنه يحق له أنه يتكلم في أعرض الناس وما يعرف حدوده يتخطى حدوده بواقحة وغباء إن صح التعبير النقد عنده ناسه عنده ناسه عنده متخصصين دارسين كين حاجة واسمها دراسة النقد واش من هبى ودب هذا الحملة اللي درتها أنا طبعا قلت لك كانت نتيجة أنت راكمات زملاء الفنانين تاني كانوا يشكوا منها لحقوا حتى وين دعوا عليهم بالموت وعلى أولادهم بالموت تاني هذه فئة فئة التي تدعي بالموت وتقول كلام فاحش وحاجات عينة على واحد ما تعرفوش هذه فئة وكين فئة أخرى عايشين لك حياتك كين فئة أخرى من اللي نوضوا يصبح يحكموا التليفون وهما مستهدفين هذا الفنان ويحكوا عليه أنا ما جيت طبعا رحت لمركز الشرطة قدمت بلاغ قدمت شكوا على صفحات كانت نهار وليل نهار وليل درجة أنه طفلة ولا ما بليش كون هذيك قالوا لي لحقة جابوا لي اللايف سجلوه طبعا وانا اضيته الشرطة اضيت كلش الشرطة فتحة كونت ولايف ديرته ساعة لمدة ساعة تحكي عليها وجبدة درنا جبدة ماما وبابا الله يرحمه يعني هذا وش خصه في النقد أنا ما نفهمه يعني هذه الحاجة اللي خلتك اليوم تطلق هذه الحملة وهي القطرة اللي أفادت الكأس حبيتان يقول حاجة أنا ما يقلقنيش أنه واحد يحكي على شعري ولا لون شعري ولا اللبس التاعي ولا كيفاش ديره ولا اسمينة ولا رقيقة ولا وش قدمت أعمال هذه الحاجة ما تقلقنيش قاع ما تقلقنيش لأني أنا على بلي وشاني ندير أنا إنسانة وثقة من نفسي وعندي شخصية قوية الحمد لله وعندي ناس اللي دايرين بيا اللي ندورتهم حولي يكفوني نثق فيهم ونثق في آراءهم يكفوني واحد أخرين نجي يقول لك شعرك ما جاك شمليح طبعا نحتارم كامل آراء كل واحد عنده زاوية نظر تاعه لكن مشيها على جل هذه الحاجة اللي رحت أنا رفحت شكوة ودرت هاشتاغ ولا حملة للي تحرش اللفظي مشي على جل هذه الحاجة سمحي اللي انقطعك كين اليوم بزاف متابعين يقول لك ياسمين بالقاسم هي عينة للفنانة اللي تشارك حياتها المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف كل تفاصيل حياتها من الطبيعي إنه نكونوا متقدين لهذه التصرفات يقول لك تشاركنا حياتها و تشاركنا زع ما خصوصياتها حبيت نقول حاجة برك يعني أنا ومش من الخصوصيات اللي شاركتها كي وريت زوجي زوجي فنان ماش إنسان وبرك ماش خارج مجال فن و أنا رحت وريته زوجي فنان زوجي كاتب كلمات و مغني فنان يعني كما أنا إسلام برناوين وجهول وتحية و ثاني حاجة واحدة أخرى أنا ما نشاركهم مش راني ناكل ولا و إن داري كيفاش دايرة ولا و إنني نروح في تفاصيلي ما نش نمتقع لي ديطائر وريت زوجي فقط اللي هو صورت معه وحطيته بالله هذا هو زوجي سايق لك تشاركنا بتفاصيل حياتك و لازم تتقبل النقد وتتقبل المعلباليش و شنو نعم صحيح يسمين ما كتشوف أنه من العادي أنه يكون بعض المنتقدين قلت لك أنا متقلقنيش الحاجات هذوك ما يقلقونيش هذوك النقد الخفيفة هذوك ما ما سميش نقدة نسميه آراء الناس كل واحد ورائيو دب الراسو ما يقلقنيش هذيك الحاجات ما تقلقنيش زع ما يقول لك اه انتي مشي شابة ولا ما كوب لي عيف ولا ما على بالي شانا بس كي يجوني هذلي كومنتيق والله غير نتحك منهم وكاين بعد الصفحات الثانية حطوا اوه لا كولا اختح شعرك تعيف مشي شابة هذو حاجات ما يقلقونيش قلت لك أنا باش درت هذي الحملة و باش خطيت هذي الخطوة سيكوا لحقوا لي الماما وماما قنطوها ماما قنطوها وبكات بانو ما عاش شكوني قنط لي ماما وانا حيا قنطوها وبكات لحقت وانا درت هي ما تتحملش هذي الحاجات هي بعيدة عليكم على تتجبدو فلافامي تعلى الفنان او بعيد انا ما دخلتهمش انا دخلت راجلي وريته للناس بس كي هو ثان فنان وهو ثان عنده العقلية تعانو عادي يكسبتي هذي الحاجات انتي اليوم رك رفعت دعوة قضائية ضد هذي الصفحات ولا هذي المجهولين اللي راهم بلك ينتقدوا بشكل غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي وين في العادة تلحق مثل هذي القضايا تجيب نتيجة ولا في الجزائر مكاش متابعة لهذه الناس كان متابعة وصرت قدام عيني عندها بزاف كانت واحدة من تحلى شخصية واحدة نعرفها صاحبتي تابعوها قضائيا وخلصت غرامة مالية كبيرة في عظمة تدخل للسجن لعلينا انا ثاني فكرتني باش ان من هذ المنبر التاعك ماليك نقدم شكر كبير 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 للشرطة الالكترونية نقول لهم شكرا شكرا لانكم صح في خدمة المواطن واسكو انا كي رحت لهم رحت باش نشكي لقيت ترحيب كبير الحمد لله يا ربي رحبوا بي كإنسانة وكفنانة لقيت الناس تعرف نتمة ومتبعين ومعلى بالهم ووقع انا شكيت وداروا الاجراءات اللازمة وان شاء الله ان شاء الله نتيجة نقولها لكم بعد ان شاء الله ان شاء الله يتم توقيف كل هذه التصرفات الخطئ على مواقع التواصل الاجتماعي انه كما تقول انت دايما هو سلاح ذو حدين يمنح نجومية للفنان وتاني قربه من جمهوره بصح كاين تاني جانب السلبي وكما قلت لي مقبيلة على الأشياء الشخصية انا لا نشارك أشياء شخصية كبيرة ولكن اذا شاركتها وحطيتها انا نضعها للمحبين انا نضعها للناس الذين يحبوني الذين يحبون يتابعوني عندما يبحثون لي ميساج في البخيفة يقولون لي ياسمين تعيشي قولي اين درتي شعرك نعطيهم لادغاس مثلا قولي لي وان شيت هذه الحاجة قولي لي وان رحتي وان بلوس اعطي لك حاجة مما انا لو كان ما شاركتش موريتش زمالة فوتو تعراج لي او موريتش كونه زوجتي او موريتش كونه او موريتش كونه او موريتش كونه نكونون نشوف بره عادي يصورونه طبعا هذي ما هيش هذه حاجة غير قانونية لكن ما تقلقناش مدام انا شخصيات عامة فهن ما تقلقناش صح بالنسبة الفنانة والعادي يعني حتى وما شاركتش او موريتش يحكموها صح ياسمين تتامي قولي انت مستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي من ذاك تردي بشكل قاسي كي قولوا لك علاش نفس الفستان تردي بشكل قوي وتغزلي الناس كما يقولوا بالعامية لا لا انا بلك صريحة ومانيش منافقة انا بلك تعلمت اني ما نكونش منافقة تربيت على هذه الحاجة دارنا علموني انه عندك راي قوليه ما تخافيش منه ما دام ما يضرش الاخر ما تخافيش منه بخصوص لانه الفستان نعود نلبسه زوج خطرات وثلاث خطرات ما دام ما شريته من مال حتى واحد ما دام شريته من مال الخاص وما دام هذه الحاجة ديجاب بش رحت شريتها اكيد انها عجبتني وما دام انها عجبتني ما نشح نلبسها خطره ونحطها هذه من نقول واحد الحاجة ما تخفت نسي فهمه غرض ما راكيش مضطرة باش تردي على كل واحد انت الفنانة لازم تترفع على بعض الاشياء شوف كاين بعض الناس لازم نرد عليهم باش انا طبعا اني نرد على محبيني وانيش نرد على ناس واحد اخرين يقولوا لي اه ياسمين للبستي حاجة زوج البسات هذه الطفلة نردها وانيش نردها بطريقة البقاء بطريقة مليحة اكيد سنرد عليه وانيش يتم مليحة وانيش يعبر لانه يكونوا هنا في الانترنت وانيش صعوبة انه تفهم الطرف الاخر وانيش يعني اكزاكتما وانيش يضحك وانت تحسبه ويحكي بجدية فانا نرد عليهم نقول لهم مدام شريته من حر مالي ومدام حاجة تاعي امكين بزاف مشاهرة ميديروها كالماليكة رانيا مثلا زعمة مخصوصة دراهم الماليكة رانيا ولا الاماراء والمولوك تاع الانكلوتير ما مش مخصوصين دراهم هذوك هذوك عندهم رسالة فهموا باللي انه تكون مشهور هي رسالة انا مثلا مشهورة يعرفوني الناس لازم تكون عندي رسالة انه علش نبذروا علش نبذروا عندي تحويجين للمعلومة فقط انه هذه اللبسة لاني لبستها اليوم هذه المرة الثانية نلبسها ونخرج بها في الاعلام لبستها خطرة في قبرص في الحفلة اللي عرضونا في الجامعة باش نمثل الجزائر والتقالية على الجزائر لبستها ثمك وهذه مرة ثانية نلبسها معاك وعادي جدا وقدرة تكون رسالة ايجابية انا افتخر وبين قوسين لاني شبعانة مني شجيعانة صح وانتي شبعانة بصح ياسين بالقسم الناس يقولوا انتي عندك حساسية ضد صفحات لتنتقدك وانتي يا صديقة صفحات اللي تحكي عليك ايجابا من بينهم صفحات شبعا زيلا ساخرة لدرجة انه كيناس قالوا بلانتيا لخلف هذه الصفحة وانتي اللي تديري هذه الصفحة ولا اختك اختي ولا انا والله حاجة ضحك والله وانا نجالة تحية شبعان ديلا نحبها بزاف 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 هذه الصفحة عندها طريقة ساخرة طريقة ما تجرحش الفنان صحي وكي تقول كي تنتقد تنتقد بلك بموضوعية اكثر لاني نشوف كين نقرالها نحس بالشخص اللي روي يكتب شخص مثقف جدا مثقف ونحس كين تال النوع من الحيادية تحكي بحيادية ما نلقاوش كين تجريح ولا كين اراء باش نستفزوا فنان معين وإذا كان كين تجريح فيما يخص اي فنان انا ثق كل ثقة اني مانيش معها هذك البوست وعمري ما نعمل له لايك ولا كومنتر حبيناتنا مش انتهي يا شبعان جوس يومو لا غا نعقب على هذه الكلمة انا الحمد للله انا ما عملتهاش هذه الحاجة في بداياتي نعملها الان ما عملتهاش منذ ثلاث سنين فاتت يعني كي كنت بسم الله انددش كان مازال واحد ما يعرفني الحمد لله الان عندي بكل تواضع الحمد لله الحمد لله عندي ملايين مشاهدات في اليوتيوب وعندي اكثر من نصف مليون متابع في انستغرام وما عنديش الوقت تاني نجريس يخطو الفترة الاخره هابي ما عنديش الوقت مع العرس ومع الدارية ما عنديش اصلا الوقت لهذا الحاجات ابوي انا نشوف لماذا حتى انا نفتح باج نبقى نهضر فيها على روحي او لا رب يعطانا عقل يجب ان نستعملوه نستغلوه نخمو بيه شوية وكان واحد انسان يستعمل شوية ذكاءه يمرق باللي مش يقع انا وليس طفله واقع لعنابيه ولا دايما نتحط باللي يمنع النابة واحد ما على باله واحد ما على باله وهذا هو السر وهذه الحاجة المليحة والانسان والشخص اللي راه هو وراء الشاشة اين كان يكون نحييه لانه انسان شخصية ذكية جدا عارفت تخلق الجدل وخلتنا نحكو عليها اليوم في زير نيوز تحية لهذه الناس اللي راه تدير هذه الصفحة والشابة عنديلة وماشي غير صفحة شابة عنديلة لدعماتك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى مجلة الفوق الالكترونية هي تنتبنات حملة لا لتحرش لفضي بصح اليوم سؤالي شكون هما الفنانين اللي وقفوا معاك في هاد الحملة شكون اللي تفعلوا خصوصا انه كين شوفوا لا فيش تاع هاد الحملة نشوف انه كين بعض الاسماء الفنية كما صديقتك مانال حبلي كيندال ياشيح شكون هما الفنانين اللي وقفوا معاك وساهموا في تنشيط هاد الحملة اولا ديجان نشكر مجلة الفوق الالكترونية وال وال مدير رئيس تحرير تحها هشام بن شريف وجه له تحية لانه كان من الاوائل اللي وقفوا معايا وسندوني في هاد الحملة هو اللي يخدم هاد البوستر اللي راكم تشوفوا فيه فيه اميرا ريا فيه داليا شيح اناس عبداللي من الحدلي اكثر الناس تعارضا للانتقاد على مواقع تواصل الاجتماع اكثر الناس اللي صارت لهم هاد المشاكل للفترة اللي يتمنوا لهم حتى الموت طفلة عندها 13 سنة يبكوا فيها مسكينة اه تميشون ناس يتخرج امراض الامراض الكبتة والداخله ويخرج عبر مواقع تواصل الاجتماعي ونسوا انه هذه المشاريق ويقولك مدامتي مشهورة تحملي النقد لماذا نتحمل النقد على حواجي على اي حاجة على الكلام قلته وانا نتحمل مسؤوليته صح ماشي تدنى لي البابا الله يرحمه ولا تتمنى لي الموت ولا تتجبد لي ماما ولا تقعد ساعة وانت حاكم تليفون دائر لايف وتحكي علي بالسب والشتم والقذف وبالكينة والمكاش ويقولك ويقولك ميساج من الناس لا يعملون ويبدأ تضع فيهم كعايش لحياتي ليس هكذا النقد ليس هكذا النقد ليس هكذا النقد وليس هكذا أدواء شهرة ليس هكذا ما زلنا احنا بعد ما زلنا باش نفهمه وهذا اسمح لي ملك قاطعك هذا الحملة انا قمت بها وكان هدفي الرئيسي ليس لكي يحبسوا لان على بل عمرهم ما رح يحبسوا هدفي الرئيسي لكي نوري لهم كائن عدل بسكتنا لهم بزاف هذي الناس سكتت بزاف المشاهير هذو الفنانين سكتوا لدرجة انه ولو يشوفوا بلي ما كاش سيطار عليهم يقدروا يقولوا وش يحبوا يقدروا يديروا وش يحبوا يفتحوا باج اللي يكره بنادم يفتح باجه ويبدأ يقذف ويسب فيه والدنيا هاملة الدنيا مايش هاملة الدنيا فيها قانون وفيها إجراءات وفيها حبس وفيها بزاف حاجات ما لا يقدر الواحد يتخيله وهذه حاجة هذة ضريبة انه واحد اللي مايتثقفش ومايعج القانون تاعه صح وكما قلت هذا النوع من الاجرام الالكتروني وان شاء الله القانون يعقب كل هذي الناس وكما قلت ايضا ماركيش ضحية الوحيدة لتحرش اللفظ على مواقع تواصل اجتماعي كاين بزاف فنانين نروحوا نشوفوا آراءهم حول هذا الموضوع ونعودوا نولوا البلاتو باش نحكيوا اكثر على هذا الظاهرة السلبية للأسف في الواسط الفني الجزائري بلوك موجود طبعا واحد يقل ادب اكيد يجب ان تضيله بلوك لكن واحد ممكن يقول رأيه لا رأيه يعود ليه يعني من لا يسهل على كل واحد لكن يجاوز الواحد يجاوز حدوده في الاحترام لا اكيد يجب ان واحد يمسحه هذا الاحتراما لنفسك واحتراما لنفسك واحتراما لنفسك تدخل صفحتك ونشوف تعليقات لو ليه عادي ما ندخل ما نشوف افتحوا كونت امرأي لدرس معلو بدوها للماركتا بوركاسي للماركتا ونبعد اتكال الافيتا لان انا فيانسي لم اكن ارى مو ماري وهم جابوا لي الفوتو وحطوه وشبرا يقشفوا مع الماري وبدأت كتر وكتر وبدأت أخو المفاميه من المصدر والماركتا عندما كانت نفسك ونحدثي من اوقات ونقول منه يهديدک ومعبسيه كمي تشجعه ewالانده عندما لا أكون مليحة كي تتطفى النظر عند شعور عندما يكون مليحة لذلك لقد أصبحت عندما أكون مليحة وتعرضت على بزاف 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 انتقادات الذين يجرحون جميعاً في الريزيواني في الفن لذلك قمت ولكن أحب شيئًا أحب شيئًا أحب شيئًا ذلك تماماً تحديث وحقًا تحديث تحديث وحقًا تحديث لقد أقليل واخوري على المقرقة ورقبت لكم لا يعني اعني هؤلاء رحبات رحلة وشرعوا مع بلا جدوا لنا لماذا؟ نخلق باك إذا كنت أتكون جدا فالإنما أنا ذكر ذلك وكنت أرخذ لهم وأتكون أتمنى أخيرياً جديدة أنا من مليئة قد يمكنني الناس بقيت سأكمن على مواشزة ولكن سألقبت سأتمنى وقلت انه لم يجبه وقلت وفي هذا المثال يومنا بسوطنrt هذا يمكن أن تفعل شيئاً جداً وعلى عندما يكون خطواتياتيات وعلى أنه يكون مهتمة بشكل شيئاً وأنه يكون مهتمة بشكل مهتمام على المعارضة هل تفعل كل شيء؟ كل شيء أجل 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 كما تبعتم كانت هذه الكلمات وزير النقل عبدالغاني إزعلان لصحافة الوطنية وتفاصيل كل هذه التصريحات تتابعون في الموعد الإخبارية اللاحقة على قناة الحديث عن الثقافة ومواقع التواصل اجتماعي كما شفت ياسمين شفنا أراء بعض الفنانين الجزائريين وكما قلت مراكش ضحية الوحيدة للتحرش لفطي في رأيك وشنو هو الحل اليوم باش نوقفوا كل هذه التصرفات وهذا التطاول على المبدعين الحل هو أنه كل واحد مشهور أو غير مشهور كل واحد يتطاولوا عليه ويسبوه ويشتموه ويقيسوه في كرامته يروح يشكي ياخذ خطوة ويروح يشكي كفانا قعادا كفانا وإحنا قاعدين ونقولوا ساي خلينا محشي يجيبونا حقنا نو يجيبو لكم حقكم وأنا أضمن ذلك إن شاء الله بصحة ياسمين بالقاسم كاينتان كما قلت في البداية انتقادات للفنانين الجزائريين ليسمحوا فنهم عندهم أغنية وأغنتين بصحة يكونوا حاضرين بقوة على مواقع تواصل اجتماعي نحسوا كأنه مواقع تواصل اجتماعي خداتهم عن نشاط الفني ولا عن الإبداع أكس معني لي ما معني لي كماركش الوحيدة شوف ما قدرش نفيدك فاذي أنا مع لباليش كل واحد وحياته ومع لباليش كل واحد كاين الناس يتوجد كاين الناس ما تحبش تخرج حاجات أوبرك كاين الناس تحب تتأنى باش كيتخرج تخرج حاجة عليها القيمة كما يقولوا تحتارم جمهورها وتحب تخرج حاجة تستهل أنا سألتك تسؤالي أنه اليوم كاين واقع يقول أنه الجماهيرية على مواقع تواصل اجتماعي ما راهيش جماهيرية حقيقية ما تترجمش على أرض الواقع في الحفلات في السهرات الفنية بش رأيك انتفاد أنا جماهيريتي حقيقية دي أنه أنا من الهار بديت نغني للأطفال الأمهات قاع أبوني عندي وكمل كين دي الحفلة نلقاهم بكثرة ويجوا يجيبوا لدهم العائلات ويجيبوا لدهم ويجيوا يقولوا ليش فينا الإعلان في انستغرام ويجينا ليك ويتصوروا معايا أنا جماهيريتي حقيقية والتمست على أرض الواقع حاجة واحدة أخرى ما نقدش فينا صح جماهيريتي على أرض الواقع والثان على مواقع تواصل اجتماعي صحية سمين نتيش كون اليوم تشوفيهم الأقوى على مواقع تواصل اجتماعي الأكثر تأثيرا الأكثر متابعة في رأيك بزاف 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 وكام اللي عندهم ليزابوني بزاف يعتبرون مؤثرين أنا لازم أدي أسماء شكون هم الأسماء بزاف مثلا أميرارية عندها أميليون تعتبر مؤثرة لأنه ما نكذبوش يتأثر عندها طريقة 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 بزاف ناس ابنات يحبوا يعندوها وهذا شيء إيجابي مليح لأنه أنا يعجبني بزاف نحن نتابعتها سور انستغرام ونشوف الموت دو فيتاحا يعجبني ما من طريقتها في كيفاش تخمم إنسانة مسالمة إنسانة مسالمة وناجحة في حياتها وتحبتوش وتافنسي للقدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يتعلموا منها حاجة ويدوا منها هذه الحاجات بزاف ما شيء غير هي أنا أعطيتك مثال لي جاني فراسي شفت كيشفت هابرك في الصورة قلت لك عليها بزاف اللي عندهم ليزابوني بزاف قا يعتبرونها مؤثرين قلت لك ولازم يحسبوا الخطوات تحهم ويحسبوا شام يا هادرو لأنهم على بل هم كانوا بزاف مراهقين ومراهقات في مواقع التواصل الاجتماعي ويكونوا قدوة لهم اكزاكتومو وأنا سما في بليزيخ كيب بحثوا لي المساج يقولوا لي أنت قدوة تعنا وليش لكان نقدر نرقى أني نكون قدوة شخص لكن معنا دجا المساج رفت كيب بحثوا لي يقولوا لي قدوة نعرف بلي أني نأثر في يومي وكان طريقة صغيرة وأنا إنسانة نحب أنا أنا إنسانة إيجابية في حياتي ماذا بيها هذه الحاجة هادك الليزابوني اللي عندي هادك النص مليون ولا أكثر ماذا بيها نستغل نستغل المركز تاعي وراني يالو كان باش نلحق شوية إيجابية ونلحق شوية حاجات مجرد ولازم كل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ديروا كيما انتياوي سلطوا الضوء على مبادرات مهمة إنسانية ولا اجتماعية كيما هذا الحملة اللي أطلقتها لا لتحرش لفظي على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب بعد ما حكينا ياسمين على مواقع التواصل نحكي وتان على الفن بحضور ياسمين بالقاسم نروح نشوف مقتطفات من آخر ألبومات ياسمين بالقاسم وبعدها نولو للحديث عن الفن وثقافة والموسيقى وأبارك أيضا لميلاد هذا الصوت رائع صوت ياسمين بالقاسم التي بلا شك ستترك بصمة كبيرة في حياة الأطفال وفي مسار الأغنية الجزائرية الجديدة عمي منصور النجار يعمل في يديه المنش بعد جمود طويل في عالم أغنية طفل في الجزائر فنانا شابة له ياسمين بالقاسم ضيفة المواعد الثقافي لنا اليوم تطلق ألبوم فني كامل للأطفال واليوم مرت شهور على إطلاق هذا العمل ياسمين كيفاش جت فكرة تقديم ألبوم للأطفال واليوم بعد مرور هذه الأشهر كيفاش تقيم تتجربة الفكرة ما كانتش بعيدة ليا لأنه أنا أول حاجة خدمتها كدخلت المجال الفن كانت الأطفال خدمتها مع تلفزيون جزائري كانت أبياج يعني أغنية جينيريك والأغاني لدخل الحصة هذيك كان اسمها تل الظهور جي بانس خدمت قعلة بياج اللي كانت أما واستمتعت بالتجربة جدا جدا وكي بروبوز علي المنتج المرة الأخيرة قال لي علش ما نديروش حاجة للأطفال قلت له إيه علش لا لا لأنه الفكرة دجا كانت عندي فراسلي وأنا والحمد لله شفت من خلال مجالي كعيشنا يا وطني أنه قابلية الأطفال رهيبة لهذا كلم حتى كانت أشودة وطنية موجهة للأطفال لكن الأطفال كانوا حافظينه أكثر من الكبار الأغاني اللي قدمتهم للأطفال في رأيك ياسمين اليوم الطفل في هذا العصر في عصر التكنولوجيا ما زالوا يسمع عمي منصور النجار ولا أغاني للأطفال؟ نحن هذا هو الهدف الثاني حبينا نحييه وهذه الروح اللي كانت بكري في وقتنا نحن كنا نسمع عمي منصور النجار وعادة أبي للداري وسينان ويا سينان هذا هو كامل عاودتهم وكامل درت لهم غبخيز حبيت نعاود نحييه هذه الروح اللي كانت كينا يلو كان نرجعوا البراءة للطفولة اللي رأيضك لأنه شوية رحت لهم البراءة ولو يسمعوا الشاب كذا وشاب كذا حاجات ما يشجح في المشتاحهم للأسف ومسح كيفاش اليوم تقيمي الألبوم نجح؟ ولا كانت تجربة عادية؟ ولا فرق خذت صادة اللي كنت انتي تستناه من هذا العمل؟ خذت صادة اللي كنت أنا نستناه في هاد الفترة نعم لأنه الساحة فرغة والأطفال ضكة هذي حاجة جديدة عليهم ألبوم للأطفال وكليبات للأطفال في الجزائر ومجكون من عند مغنية شغول يجي هكا حاجة غريبة مع الأول وينتقدوها بزاف وكيفاش ويالجايحة ويالبه الأولى وهكا ومع لباليش وكبيرة وجايحة وقعدة لعبي مع دراري أنا شبخي فاق نغني لدراري نمد لهما ذاك الحب لأنه يمدوا لي واحد الطاقة كما نشوفه هكا في الكليب كما كنا نصوره في الكليب ويجبني شخصة لعبي مع دراري نحبها لأنها صادقة ونحب الحب لهم كما يحبك وكما يحبون بصدق أنت قلت لك التجربة حتى الآن الحمد لله كما نتوقع ناجحة لأنه عندما يأتي في الحفلات نصب كأن دراري أطفال محافظين أغاني يسوخ تسوخ 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 يحب ببابا أميري حافظينها بزاف وحمد الله وإن شاء الله ما زال كاين نزال رحيم إن شاء الله قبل ما نسمع مقتطفات ولا أغاني هذا الألبوم سمعنا تصريح وزير ثقافة عزدين ميهوبي وين تنبأ لك بمستقبل في هذا المجال وعندنا أنه عنده أيضا مشاركة في هذا الألبوم من خلال نص من مصوصه كل الناس تطرح سؤال ومشنه هو سر اهتمام الوزير بصوت ياسمين بالقسم حتى أنه كان حاضر في ندوة صحفية لإطلاق الألبوم أولا نشكر سيد الوزير عزدين ميهوبي لأنه كان حاضر لأول مرة تصرى هذه ما صرات سفيحة ما عند حتى فنان أنه يكون حاضر في الندوة الصحفية المخصصة لإطلاق الألبوم نشكره كثير على المبادرة الطيبة تاعه اللي كان حاضر وقعد وستنى وشاف الحفل ويعني نشكره سبب اهتمامه بالبيا لأنه قدمنا شيء جديد مكاشف يعني تقريبا منعدمة للأطفال شجعنا وهضر معي وانا شخصيا قال لي نشجعك وعندك مستقبل في هذا الضمان لأنه شاف أولاده قل لي أولادي دجا أحبوك كان عنده أغنيتين في الألبوم هذا هوملي قال لي هذا التشجيع مني حاجم لي حاول ان شاء الله تتكرر هذا التشجيب لا شيء فقط منك حتى من فنانين واحدة أخرين ياسمين نعود للإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس انتقدتك قالوا أنه راهي تقدم لنا فن على طريقة نانسي عجرم تأثر واضح من خلال الكليبات وش رايك في هاد التهم الموجهة لك ما نانسي عجرم ما عنده حتى علاقة ما عنده حتى علاقة وإذا كانت ياريت نانسي عجرم وكليباتها بزف هيلين علمت في المجاح وأكيد خليت بصمتها يعني كي دارت ألبوم للأطفال كامل أنا حافظين شاطر شاطر والأغاني المخصصة للأطفال اللي دارتها ما دي حاجة ما تقلقش واليوم في هذا الأثناء راي توصل لأسئلة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كان سؤال حول إعادتك للأغاني سواء في ألبومك الخاص بالأطفال أغنيات شيرين كده يا قلبي وتن نشيد من أجلك عيشنا يا وطني وراهم الأغاني الخاصة بياسمين بالقاسم أولا الأغاني اللي عاوتهم أنا أول أغاني عاوتها كانت من أجلك عيشنا يا وطني وكانت كما قولوا إحنا الشساد علي كانت هي الإنطلاقة الأغنية ثانية باش أنا عاوت أغنيتين فقط يعني الأغنية ثانية اللي عاوتها كده يا قلبي كانت حالة خاصة حالة خاصة كده يا قلبي طلبوها مني بزاف كما الأغنية بحد ذاتها حالة خاصة نحن نحبها بزافة ذيك الأغنية وكانت فعلا حالة خاصة لأنني نهالي دخلت باش باش نسجل ذيك الأغنية لأب تاعي توفى الله يرحمه الله يرحمه هذا كنهار رعيته لي وجاني خبر خليت للستوديو ورحت للهوبيتال أبخي كي جيت نعاودها باش شوف باللي صح الأغنية حالة خاصة يعني فعلا كي جيت نعاودها صرت هذيك ضحايا سقوط طائرة الحربية في بوفاريك أيضا جيت شوكي كل ما نروح ننجي نعاودها صراحة أبخي دي سيديت باللي نخلي كما قلت نزلت بوست على انستغرام قلت قررت نلم الوجع تاعي كامل نحطه في هذه الأغنية اللي فارقوهم أحبابهم يتوقع وبالك نحسو هذا الشيء في الإحساس اللي قدمته في هذه الأغنية ياسمين وقتاش العمل الجديد إن شاء الله بينتو كيفاش راح يكون سينيا الألبوم قبل ما يخلاص اللي عم هذا الوقت معك مر بسرعة وكي ما بدينا بأغانيك المسجلة نختمه بصوتك الجميل بصحات المرة لايف باش نطوي صفحات هذا الموعد الثقافي معاك ياسمين بالقاسم نخليك أنت تخيري أغنية ونقدمها لكل الناس اللي رأيتشوفينا اليوم مع المباشرة على قناة زير نيوز أنا أخير لك الغنية اللي تحبها بزاف لقلت لقلع وقبيلة تنسي عجرم عم بتعلق فيك شوي شوي عم حس بحني ولا مرة حسيت بعمري اللي عشت أنا اللي إنك حاسس فيه وشايف شو بيحكوا عيني لما بتمرق حدي وبرجف قدامك أنا أنا عم بلش حبك أنا لما بشوفك بتلبك مع عينك بتضلك ساكت قلبي عم يسمعك أنا عم حبك ألا أنا بعيونك عم بتعلى بالقيام اللي شاي حدي عم بشعك شكرا جزيلا ياسمين بالقاسم شكرا على قبول دعوة وبالتوفيق شكرا لك شكرا لك أنت وبالخصوص أنت لأنك من الإعلاميين لنحب أني نقعد معهم نحس بأنه نيف ورا ويطلع صح صح مش مجامع لك يا راني معاك ولكن حاب نحضر معاك لأن حاسك مميز جدا جدا نتمنى لك مشوار صحفي رائعة يا تك صح ربي يخليك هذه شهادة نعتز بها شكرا جزيلا ياسمين بالقاسم نشكر كنتي ونشكر كل أوفيق هذا الموعد الثقافي الأخبار المتواصلة على قناة زير نيوز إلى اللقاء اشتركوا في القناة